خلال مؤتمر صحفي يعلن تدارة تثقيف الصحي تابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إطلاق مشروع مراكز التسوق الصحية الذي يرفع الوعي الصحي لدى الأفراد بمشاركة عدد من الجهة والمؤسسات في الإمارة المراكز التجارية تشهد حركة وأقبالا خلال الفترة الصيفية لذا وقع الاختيار عليها لتكون من الوجهات المطبقة لمعايير الأمن والصحة والسلامة وذلك عبر مشروع مراكز التسوق الصحية وهو الأول من نوعه في الدولة وأطلقته إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة خلال هذا المؤتمر الصحفي يركز المشروع على عدد من المعايير من ضمنها أن يتاح للزوار ممارسة رياضة المشي في المركز التجاري بحيث يتم فتح أبواب هذا المركز قبل موعد الافتتاح بساعة تقريبا وأيضا هناك العديد من المعايير بحيث أن يكون المركز التجاري المشارك مركز صحي ملتزم بالمعايير ومن ضمن المعايير أيضا تنفيذ التشريعات الخاصة بمنع التدخين بكافة أنواعه في الأماكن المغلقة وتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة ببرنامج الشارقة لسلامة الأغذية ومعايير أخرى سيتكاتف لأجلها العديد من الجهات والمؤسسات في الإمارة شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة ستكون في المراكز التسوق الصحية من خلال تواجد الأمني لدوريات الشرطة المجتمعية والدوريات المرورية وأيضا بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية الأمنية في كافة المراكز التسوق طبعا بيكون بالتنسيق مع شراكائنا الاستراتيجيين إن شاء الله الزيارات الميدانية والتفتيشية لهذه المنشآت مستمرة على مدار السنة ولكن إن شاء الله مع تطبيق هذه المبادرة بيكون هناك تكثيف وبيكون هناك فيه رقابة وحملات دورية أكثر مع التثقيف والتوعية للعاملين سواء أو حتى المستهلكين تعاوننا في هذه المبادرة كان من خلال التنسيق أننا نكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص وبين الجهات الحكومية تنسيقنا هذا من طلق حرصنا على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية مشروع مراكز التسوق الصحية يندرج ضمن الدورة الجديدة للبرنامج التوعوي سلوب حياة الذي يضم أربع مبادرات تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدنية مشروع مراكز التسوق الصحية يكمل الأهداف السامية لبرامج إدارة التثقيف الصحي وهو مجتمع لائق صحيا وخال من الأمراض لأخبار الدار ريم عيسى إمارة الشارقة شكرا للمشاهدة